وكانوا يعيشون على صيد السمك فقد كان هو مصدر رزقهم وكان الله قد أمر بني إسرائيل بالتفرغ لعبادة الله في يوم السبت من كل أسبوع وحرم عليهم العمل في ذلك اليوم ولكن بدأت تظهر في تلك القرية المعاصي وتزداد فأرد الله أن يعاقبهم ويختبر إيمانهم وكان ذلك الاختبار والبلاء أن الله تعالى قد جعل الأسماك تأتي بكثرة يوم السبت وهو اليوم الذي حرم الله فيه صيد السمك وكانوا ينزلون إلى الصيد بقية أيام الأسبوع فلا يجدون ما يصطادونه فلقد كانت الأسماك تختفي أيام الأسبوع وتظهر يوم السبت فقط فبدأ إبليس اللعين بعمله فوسوس لهم ماذا بكم يا قوم؟ ألا ترى حالنا؟ الأسماك تتقافز أمامنا ولا نستطيع الاقتراب منها إنما نهيتم عن صيد هذه الأسماك في يوم السبت فأقيموا أحواضاً وشباكاً في البحر يوم الجمعة واجمعوا ما يعلق بها يوم الأحد ماذا تقول يا رجل؟ تريدنا أن نتحايل على الله؟ ها ماذا تريد يا حقوق؟ هل تشوي ما حرم الله يا فنحاص؟ أغرب عن داري أي شواء هذا الذي تتحدث عنه؟ إذن دعني أدخل وأرى قلت لك ابتعد ليس قبل أن أعرف مصدر هذه الرائحة أيها الفاسق لقد احتلت على الرب واستطمى حرم الله والله لتحل عليك اللعنة انتشر خبر ما فعله هذا الرجل فنحاص فتابعه الكثيرين فكانوا يصنعون الأحواض وينصبون الشباك ويسوقون الأسماك إليها يوم الجمعة فيأخذونها يوم الأحد ويظنون أنهم يحتالون على الله بذلك وكان هناك جماعة من تلك القرية يستنكرون ذلك الفعل الشنية خصوصاً أن الأمر أصبح في العمل بعد أن كان يحدث سر وأصبح السمك يباع في الأسواق أقبلوا أقبلوا لشراء السمك الطازج أقبلوا أيها الفاسق أصبحت تبيع السمك جهاراً ويوم السبت وأنت من الذي أخرجك من دارك يوم السبت يا من ليس بفاسر السمك الطازج أقبلوا يا قوم هيا يا قوم اتقوا الله ولا تجعلوا ما حرم الله إلا حراماً كفوا عن الخروج للعمل يوم السبت ألا تغشون عقاب الله لقد كان ذلك حراماً على آبائنا وأشدادنا أما لنا فهو حلال بضى علينا أيام وشهور نصطاد ونبيع ولم ينزل علينا عقاب الله وكان هناك جماعة تطيع الله ولكنها لا تنهى عن فعل هؤلاء العصاة ولا تجادلهم لما تجادلوا أناساً سيعذبهم الله وينزلوا عقابه عليهم إن ذلك واجب علي أمام الله علهم يتراجعون عن فعلهم الشنيع إنهم لن يتوقفوا عن احتيالهم وسيصيبهم من الله عذاب أليم لسبب أفعالهم فلا جدوى من تحذيرهم إني أقوم بواجبي بالأمر بالمعروف وإنكار المنكر لنرضي الله سبحانه وتعالى فلما رأى الناهون أن القوم لا ينتهون اعتزلون وضربوا على بيوتهم بصور خشية أن ينزل عليهم العذاب فيعمهم جميعا ولكنهم لم ينجوا من سخرية الطلب ماذا تفعلون أيها الملها؟ تبنون سورا كي تعتزلون إذن فلن نبيعكم شيئا من أسماكنا وفي الصباح لم يسمعوا لهم صوتا ولا رأوا منهم أحدا ما لنا لا نسمع لهم صوتا ولا صخبا كعادتهم دعني أستطلع الأمر أي عباد الله قرد لقد مسخهم الله قرد لقد مسخهم الله قرد ماذا تقول؟ واقترب الناس منهم وقد تعرفوا عليهم وقد تحولوا إلى قرد كل واحد منهم يعرف قريبه من الإنس فيتحسس ويشم ثيابه أتبكي الآن يا فنحاص ألم أنهك عن فعلك هذا البغيط؟ تحسسين تحسسين شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون سيدنا محمد بن عبد الله لم يكن إيمانهم إيمانا عاديا كإيمان باقي البشر الذين هداهم الله من خلال أنبيائه فسحرة فرعون كانوا يرجون رضا هذا الطاغية ويحلوون بقربه كما ذكر لنا القرآن الكريم حالهم هذا بقوله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين صدق الله العظيم بيد أنهم لما لاح لهم الحق وانجلا ترقوا ما كانوا عليه من ضلال وأصبحوا في حالة إيمانية نادرة بل إنهم ترقوا إلى مرتبة من الفناء في سبيل الله عز وجل وأطحوا في لحظات قليلة في سلك أوليائه بعدما كانوا في خانة أعدائه كم هو بارع هذا الساحر؟ هل هو ساحر فعلا؟ إنه فقط يتمتع بخفة اليد ويستعين ببعض الأدوات الخاصة بغرض تسلية هؤلاء الأطفال إذن فهو يختلف عن هؤلاء الذين يستخدمون ما يسمى بالسحر الأسود في إلحاق الضرر ببعض الناس يختلف تماما فمثل هؤلاء السحرة ملعونون من الله أما ما نشاهده الآن فهو ألعاب سحرية لا أكثر وماذا عن سحرة فرعون؟ كانوا في ضلال مبين يسحرون أعين الناس ويرهبوهم بسحرهم ولكنهم آمنوا بعد ذلك بموسى وهارون كانوا كافرين صباحا وأمسوا مؤمنين إن القلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء حقا فقد يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله ما رأيك يا أبي أن تحكي لنا عن هذا المشهد الذي تحول فيه سحرة فرعون إلى مؤمنين أراد فرعون صد الناس عن اتباع موسى عليه السلام لما رأى الخوارق المعجزة التي أتى بها كالعصى التي تحولت إلى ثعبان مبين ويده التي تخرج بيضاء دون مرض أو علة ولكن فرعون شأنه شأن نضرائه بين الجاحدين بآيات الله اعتبر المعجزات التي أيد بها المولى عز وجل نبيه موسى دربا من السحر فأمر باستدعاء العالمين من سحرة البلاد نرسل في طلب السحرة ولتأتوني بأقوى السحرة حتى يقفوا أمام موسى ويظهر لهم سحرة ويحزموه ويفضحوه أمام كل عبيدي ليا يا ليا استيقظي يا ابنتي استيقظي أياتها الكسولة أمي دعيني أريد أن أنام قليلاً لقد تأخرنا يا ابنتي هيا انهضي ما هذا؟ ما الأمر يا أمي؟ أراك تكحلين عينيك وتتزينين ولما لا أتزين يا ابنتي؟ أنسيت ماذا يكون اليوم؟ إنه يوم الزينة لقد نسيت تماماً وأين أبي؟ هل تظنين أنه كان سينتظرنا؟ لقد سبقنا إلى قصر الفرعون أنسيت أن أباكي هو أحد الصحراء الذين سيتبارون مع موسى؟ غريب أمر موسى هذا هل تظنين يا أمي أننا نستطيع أن نصمد أمام صحرة فرعون؟ هيهات لقد جمع الفرعون أمهر الصحرة في البلاد في الحقيقة أنا أشفق على موسى كيف سيواجه هؤلاء الصحرة؟ وهل صحيح أن الفرعون سيمنحهم العطايا والهبات لو تغلبوا على موسى؟ بالطبع وسيكونون أيضاً من المقربين كم أتشوق لرؤية أبي وهو يستعرض فنه أمام الفرعون وموسى وكل الناس إنهم الغالبون بالطبع هيا هيا يا ابنتي أسرعي لا نريد أن تفوتنا بداية الاحتفال انهضوا أيها السحرة هل علمتم من أمر موسى؟ لقد رمى أعصاه فإذا هي ثعبان ضخم كبير لم أرى في حياتي مثل ضخامته ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء ناصعة البيض وما كاد يخرجها حتى انغمرت الغرفة بالنور الشديد إنها أفعال سحرة يا مولاي هتفعلون هذا؟ وأكثر إذن فافعلوا هذا أمام موسى والعبيد جميعاً إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين نعم أجر من فرعون ربكم لكم أن تتخيلوا كيف سيكون أجركم إن كنتم أنتم الغالبين سنغلبه بعزة فرعون وحضر فرعون ورجال دولته وأهل مصر عن البكرة أبيهم وهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين صدق الله العظيم سيغلبه موسى بعزة الله وسيحررنا من بطش فرعون وملائه بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إما أن تلقي يا موسى عصاك أو نكون نحن موقيت ولكنهم لم يرجعوا وألقوا ما بأيديهم من حبال وعصي فصحروا أعين الناس وتراءت لهم أفاعية خيف الناظرين لقد دخل علينا بسحره وها أنا أريه السحر جميعاً فداخل موسى الخوف حين رأى سحر السحرة فأوحى الله له يطمئن قلبه فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صدق الله العظيم فاطمأن قلب موسى وألقى عصاه فإذا هي تعبان عظيم يقبل على حبال السحرة التي خيل للناس أنها حيات تتحرك فجعل يلقفها واحدة تلو الأخرى فهذا السحرة ما رأوا من أمور يعلمون علم اليقين أنها ليست ضرباً من السحر فأدرك السحرة أن ما رأوه من موسى لم يكن سحراً فأقروا بأن ما رأوه من قوة خارقة تتخطى قدرة البشر المحدودة فتبرأوا من ضلالهم الذي كانوا عليه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى صدق الله العظيم أمي أرأيت ما يفعله أبي وباقي السحرة إنهم يسجدون لإله موسى ما هذا اليوم الأسود ترى ماذا سيفعل الفرعون معهم؟ أتؤمنون به قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم سحر سأقطع أيديكم وأرجلكم وسأمثل بجثثكم افعل ما تريد يا فرعون إننا آمنا بالله ولن نشرك به أبداً فعلوا ذلك طالبين العفو من ربهم فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم ولكن كيف عرف سحرة فرعون أن ما رأوه من موسى ليس سحراً؟ إن الساحر لا يسحر نفسه ولا يتأثر بسحر ساحر آخر كغيره من الناس العاديين ليتك تشرح لنا هذا الأمر فأنا لم أفهم عندما ألقى هؤلاء السحرة حبالهم جميع الناس بما فيهم موسى وأخوه عليهما السلام وفرعون وحاشيته وباقي الحاضرين رأوا أن هذه الحبال قد تحولت إلى ثعابين باستثناء السحرة الذين رأوا حبالهم على نفس هيئتها لم تتغير لأن الساحر لا يسحر نفسه ولكن حينما ألقى موسى عصاه تحولت هذه العصى إلى ثعبان حقيقي أكل ثعابين السحرة أو بمعنى أصح حبالهم وعصيهم أحسنت فالسحرة رأوا ثعبان موسى وليس عصاه فلو كان موسى ساحرا مثلهم لرأوا عصاه وليس ثعبانه الحقيقي فأدركوا أن موسى وعارون مؤيدان من الله وأنهما رسول رب العالمين نعود إلى فرعون وما فعله مع سحرته الذين آمنوا لقد سطع إيمان سحرة فرعون عن قناعة زاتية ويقين لا يتزحزح لقد عاشوا طوال حياتهم على الضلال ولكنهم وبمجرد اكتشافهم للحق تشبثوا به وصدعوا بإيمانهم تحديا لجبروت فرعون هكذا لم يكن من سحرة فرعون سوى سجدة وحيدة صادفت رحمة الله ورضوانه فحطت عنهم أوزار الشرك وموالات التواغيت وأورثتهم حسن الخاتمة حيث الفوز العظيم والسعادة الأبدية فكانوا أول النهار سحرة فجرة وصاروا في آخره شهداء برره بسم الله الرحمن الرحيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في أمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويقدسك وعدد رمال البحار وعلى آله وصحبه وسلم حكايتنا اليوم ليست حكاية نبي من الأنبياء إنما هي حكاية مؤمن صادق الإيمان قوي الحجة يقتم إيمانه كان واحدا من رجال فرعون المقربين وحين طرح فرعون فكرة قتل موسى عليه السلام وقال فرعون لملأه بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد صدق الله العظيم انبرى هذا الرجل ليدفع الأذى عن سيدنا موسى وأبدأ اعتراضه بحكم منصبه وكونه من آل فرعون بالنصح والحجة فكانت مرافعته البليغة أمام فرعون ورجال القصر التي أوردها القرآن الكريم والتي كانت من أسباب إرجاء المواجهة الفاصلة بين موسى وفرعون يبدو أن عصر فرعون قد شهد الكثير من المؤمنين غير امرأته وماشطة بناته لقد ذكر الله في كتابه الكريم بعضا من الذين آمنوا مثل مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين وغيرا ولكن مؤمن آل ياسين كان في زمن آخر ولكن ماذا عن مؤمن آل فرعون فمن هو مؤمن آل فرعون لقد تباينت الروايات حول شخصيته ولكن من الواضح أنه كان أحد رجال فرعون المقربين ولماذا لم يتخلص منه فرعون كما فعل مع امرأته وكما فعل مع ماشطة بناته كيف واجه جبروت فرعون وطغيانه وكيف بدأ إيمانه مهلا مهلا دعوني أحكي لكم ما حدث في هذا اليوم والذي كان البداية الحقيقية في إيمان الكثيرين أي يوم يا أبي؟ إنه يوم الزينة لقد كان يوم الزينة الذي حدده نبي الله موسى لمواجهة صحرة فرعون يوما مشهودا من قبل الجميع في قصر فرعون ورأوا بعيونهم معجزة موسى وكيف سجد الصحرة بعدها معلنين إيمانهم بالله الواحد الأحد كان يوم الزينة من الأيام الحاسمة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل ففي هذا اليوم زالت الغشاوة عن أعين الكثير من الناس وتبددت شكوك العقلاء حول ما أشيع عن موسى ودعوته شهد هذا اليوم إيمان امرأة فرعون وأدرك فيه مؤمن آل فرعون وتيقن أن موسى مبعوث من عند الله فاستقر الإيمان في قلبه ولكنه ككثير من الناس كتم إيمانه واحتفظ به في دخيلة نفسه وكان رد فعل فرعون هو أنه دعا إلى قتل موسى ولماذا نقتل موسى؟ ألي أنه قال ربي الله وجاءنا بالمهينات إنه كاذب إن يكن كاذبا فسيقع عليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي وعدكم به إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب إني أجتم سحر موسى عليك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا كما جاء لقارود لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وإن كان موسى رسولاً فأنا إله وكيف واتت هذا الرجل المؤمن هذه الجرأة أمام فرعون لقد بدت كلماته مقنعة فهو ليس متهماً في ولائه لفرعون فالمفروض أنه يتكلم بدافع الحرص على عرش فرعون فهو إلى الآن ما زال يكتم إيمانه لكن فرعون شأن كل الطغاة قال قولته التي صارت شعاراً لكل الطغاة من بعده بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صدق الله العظيم ما يحيرني يا أبي هو موقف فرعون من سيدنا موسى لقد كان باستطاعته أن يأمر بقتله ولكنه لم يفعل حين رأى فرعون الآيات التي أتى بها موسى أدرك أن موسى ليس بساحر وأنه نبي مرسل فخاف أن يقتله فيعجل له بالهلاك والعذاب ولكنه هم بقتله حين قال لوزرائه ذروني أقتل موسى قالها تمويهاً على قومه وإهاماً أنهم هم الذين يمنعونه عن قتل موسى وما كان يمنعه إلا ما في نفسه من الخوف والفزع ولكن حين جاءت الفرصة أصدر أمره صريحاً ودون خوف بقتل موسى حيث وجد المبرر لقتله إذن فموسى هو الذي قتل المصري هذا هو ما قاله العبد الإسرائيلي أمامنا يا مولي اذهب يا رئيس الشرطة وأحضر موسى هنا أمامي وأحضر كذلك هذا العبد الإسرائيلي الذي شاهد الحادثة وإن كان هذا الأمر حقاً فيجب أن يقتل موسى كما قتل المصري هيا يا رئيس الشرطة أسرع بإحضار موسى والعبد الذي شاهد الحادثة لقد حانت اللحظة لكي أتخلص منك نهائياً يا موسى لا شك أن ما قم به هذا الرجل المؤمن من آل فرعون من الإنكار على قومه ودعوتهم إلى الإيمان بالله والقفر بالطواغيط والأوثان لهو من أفضل الجهاد فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر هل ما جاء به موسى هو البينات؟ نعم، ومن لم يؤمن به فسوف ينال أشد العذاب من الله وهل سيعذبنا الله إن لم نؤمن بموسى؟ نعم، كما عذب أقواماً من قبلكم وهل نحن نظلم أنفسنا إن لم نؤمن به؟ نعم، وسيجيء يوم القيامة يوم تفرون من ذنوبكم ولن تجدوا أحداً يشفع لكم عند الله إن ميتم وأنتم كافرون ولكن فرعون يقول إنه يعرف سبيل الرشاد ولو اتخذنا إلها غيره سيعذبنا ويقتلنا إن فرعون إلهنا وإلهك ليس لي إله إلا الله يا قوم، إني أدعوكم إلى النجاح وتدعونني إلى النار تريدونني أن أكفر بالله وأكون عبداً لفرعون؟ إن فرعون ليست له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وسوف نقف أمام الله جميعاً ومعنا فرعون يا قوم، لا تصرفوا إن المسرفين هم أصحاب النار وما الذي دعاه إلى كتمان إيمانه ثم إظهاره بعد ذلك؟ في مثل هذه الحالات يجب أن تراع الحكمة وعدم التصرع والعجلة فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كانت دعوته سراً لمدة ثلاث سنوات لأن الحكمة تقتضي ذلك ولو أظهر دعوته مباشرةً لربما لم يكن للدين أن ينتشر ولكن ما مصير هذا الرجل المؤمن بعد أن وقف هذه الوقفة الشجاعة أمام الفرعون وجهر بإيمانه بين الناس تحول فرعون وملؤه عن موسى وبدأوا يمكرون للرجل المؤمن ولكن عناية الله تدخلت وأنجاه من فرعون وجنوده فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب صدق الله العظيم يجب أن تؤمني بموسى أنت أيضاً يا زوجتي إذن ما يتردد في بيوت المصريين صحيح لقد آمنت بموسى لقد أنار الله قلبي بالإيمان يا ويلي يا ويلي أرديت بإله غير فرعون أياتها الغبية إن فرعون ليس بإله ألم تكن تعبده؟ كنت على الضلال حينها بل أنت في الضلال الآن عد عما في رأسك من أفكار بحق فرعون حتى تنجو بحياتك إني أريد الحياة الآخرة للحياة الدنيا هيا هيا يا زوجتي إشهادي أن لا إله إلا الله لا 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 أستطيع فسوف يعرف فرعون ويقتلني يتوى الزوجة الجبانة آه يا زوجي الحبيب كيف فعلوا بك ما فعلوا؟ أمي يجب أن تفرحي يا أمي لا أن تحزني ماذا تقولين يا ابنتي؟ أفرح لما حدث لأبيك؟ أجل يا أمي تفرحين لقد استفاه الله هو ومن معه وأنجاه من هذا الفرعون وكهنته صحي يا ابنتي ماذا تقولين؟ هل جننتي؟ عن أي إله تتحدثين غير آلهتنا؟ أفيقي يا أمي أفيقي لقد كان اليوم يوما مشهودا تجلت فيه الحقيقة كاملة أية حقيقة يا ابنتي؟ حقيقة أننا كنا نعيش في وهم كبير في وهم وخداع حتى جاء موسى وكشف عن بصائرنا هذه الغشاوة ثم جاء حسقيل وواجه فرعون وكهنته واجههم بما خفي عنه لقد آمنت برب موسى أخفدي صوتك نعم آمنت برب موسى كما آمن أبي وصحبه لا أدري ما الذي يمنع الفرعون من قتل موسى فقد قتل أناسا كثيرين وأطفال فما باله يتردد أمام موسى موسى ليس كأي شخص فقد تغلب على الصحرة كلهم أمام الجميع ماذا تقصد أيها الكاهن؟ أقصد إنما حدث اليوم من حسقيل مع الفرعون ودفاعه عن موسى ينذر بأمور خطيرة الخطر الأكبر إنما يحق بنا نحن الكاهنة إن في وجود موسى تهديد لسلطاتنا ومصالحنا وماذا عن حسقيل؟ يجب أن يموت والآخر يجب أن يقتل هذا الرجل ولكن في قتله مسألة عظيمة إنه يدعو رجال ونساء دولتي لكي يؤمنوا بموسى لقد جعل موسى منه تابعا له في قصري ينشر دعوته يجب إذن أن نبعد هذا الرجل حتى لا يصيبنا منه ضرر لا شك أن ما قام به هذا الرجل المؤمن من آلف الرعون من الإنكار على قومه ودعوتهم إلى الإيمان بالله والقفر بالطواغيط والأوثان لهو من أفضل الجهاد إن من يتاجر مع الله لا يمكن أن يخسر أبدا فها هو مؤمن آل فرعون يقول في ختام حواره مع فرعون وقومه بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم يعني أنهم يوم القيامة سيتحققون من صحة ما يقول لهم فيندمون حيث لا ينفع الندم لقد علم الله تعالى بإيمان الرجل وإخلاصه وطمأنينة قلبه فخصه بالذكر دون غيره ممن تبين لهم صدق موسى ولكنهم ربطوا إيمانهم وتصديقهم بإيمان وتصديق فرعون فوصفه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتم إيمانه صدق الله العظيم فحل الوصف منه محل الاسم فسماه الناس مؤمن آل فرعون بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا؟ يا الهي انه ميت من هذا القتيل؟ انه ليس من عشيراتنا انتظروا اني قد رأيت هذا القتيل من قبل ولكن اين؟ اين؟ لا تلقي الكلام جزافاً صدقني اني قد رأيته من قبل انتظروا قليلاً ودعوني أركز لقد عرفت انه السيد عاييم الثري ماذا؟ عاييم؟ انني اعرف السيد عاييم نعم انه السيد عاييم يا لها من مصيبة كبرة ان عشرته كبيرة وستحدث مشاكل كبرة بسبب قتله هيا فلنخبر أهله على الجريمة فجاء ابن أخيه القادر متظاهراً بالحزن من هول الصدمة فجعل يصرف ويتوعد ان من قتل عني سوف يدفع الثمن غالياً لن أتركه يعيش لحظة بعد ذلك ولكن هل تعرف من الذي قتله؟ سأعرف وحينها سيتمنى الموت ألف مرة قبل أن يقع في يدي ولكن يجب أولاً أن ندفن ابن خالتي عاييم كي لا تأكله النسور والذئاب نعم يجب أن ندفنه وبعدها نبحث عن من قتله هل سنظل هكذا؟ لا إن لدي أقتراح وهل سمظل هكذا؟ وما هو هذا الأقتراح؟ أليس بيننا نبي الله موسى؟ نذهب إليه ونحكي له عن الجريمة ونطلب منه العون في معرفة القاتل وفق موسى على طلبهم أن يسأل ربه لمعرفة القاتل فدعا ربه أن يظهر الفاعل فكان الأمر من الله بذبح بقرة ليعلموا من ارتكب هذه الجريمة ولكن يا عمي ما الحكمة من أمر الله لهم بذبح بقرة؟ قد يكون الأمر بذبح البقرة لأنها من جنس العجل الذي عبدوه فأراد الله أن يختبر توبتهم وهل بقي شيء من تعظيم العجل في قلوبهم؟ اندهش القوم من طلب موسى منهم أن يذبحوا بقرة وترددوا فأخبرهم موسى عليه السلام أنهم إن أرادوا ظهور الحقيقة فعليهم تنفيذ الأمر الرباني فانطلقوا في السوق لشراء البقرة وفي السوق حاروا في شكل البقرة المطلوبة ومواصفاتها فعادوا إلى موسى يستوضحهم وكان في بني إسرائيل آنذاك أسرة مؤمنة متوكلة على الله طائعة الله أفكر في شراء بقرة صغيرة لابننا نربيها فإذا ما كبر وجدها بقرة ينتفع بها نعم الرأي يا زوجي وكبرت البقرة وكبر الرجل وأحس بدنو أجله لقد كبرت سني وأشعر بدنو الأجل وأنت لن تستطيع أن ترعي لعجلة من بعدي وماذا سنفعل يا زوجي فنحن لن نستطيع أن نستأمن أحدا من قومنا عليها سوف أستودعها عندما لا تضيع عنده الودائع سوف أطلقها في المراعي وديعة عند الله عز وجل وظلت المرأة ترعى ابنها اليتيم بعد أن مات زوجها والبقرة ترعى في المراعي والحقول وقد حفظها الله من وحوش البراري كما حفظها من الناس فلم يستطع أن يمسك بها أحد أو يذللها في عمل وكانت بقرة جميلة المنظر سفراء اللون قوية مكتمزة لقد آن الأوان أن نسترد البقرة التي أودعها أبوك عند الله كيف أستردها يا أمه ولا أعرف لها سبيلا يا ولدي كن كأبيك أبوك توكل واستودع وأنت توكل واسترد وذهب الغلام إلى المراعي يبحث عن البقرة اللهم يا رب إبراهيم رد إلي يا رب ما استودعه أبي عندك هل حقاً يجب أن نذبح بقرة كي نعرف من القاتل؟ كيف؟ هل ذبح البقرة هو ما سيحل الموضوع؟ إن كان يعرف من القاتل فليقل وليرحنا إن موسى يستهزئ بنا إذا كان يستهزئ بنا فيجب أن نجاريه حتى نظهر كذبة ماذا تقصد بالضبط؟ ألم يقل اذبح بقرة؟ فلنذبح بقرة هل فقدت عقلك؟ لا يجوز أن نفعل هذا إن فعلنا سنكون عبرة لباقي القوم يجب أن نذبح البقرة فلما رأى الناس البقرة توجدوا أن المواصفات المطلوبة تنطبق عليها فذهبوا إلى الغلام أيها الغلام الطيب ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا كان بإمكانهم ذبحوا أي بقرة ولكنهم صعبوا الأمر على أنفسهم هكذا قال لهم نبي الله نوسى قال إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم وذلك بعدما أخذوا يتساءلون عن أوصافها ولما وجدوها دفعوا فيها أضعاف ثمنها إن السؤال فيما لا يفيد ولا يغني من الحق شيئا لا خير فيه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكثروا من السؤال كما كان يفعل بني إسرائيل وبعد يا عم ماذا حدث بعد أن عثروا على البقرة المطلوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم فذبحوها وما كادوا يفعلون أي بعد ذبحها قال موسى اضربوا بعضها ببعض فأنطق الله بإذنه القتل ترجمة نانسي قنقر لقد أظهر الله عظمته لخلقه من خلال هذه المعجزات وذلك أنه أحيى ميتا بجزء ميت إن حايم ابن أخي هو من قتلني وما زالت آيات الله تتوالى على بني إسرائيل لكنهم في كل مرة يصرون على العناد والمجادلة والتشدد لقد أكثر بنوا إسرائيل من الأسئلة وشددوا فشدد الله عليهم ولو أنهم امتثلوا للأمر في البداية وذبحوا أية بقرة لأجزأتهم ويخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن طبيعة بني إسرائيل فيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ما أروع هذه النقوش والتمثيل يا أبي إن حضارة العراق القديمة تعتبر من أقدم الحضارات حيث نشأت ما بين النهرين الدجلة والفرات وكذلك الحضارة المصرية القديمة فهي نشأت أيضا على نهر النيل بالفعل فهما من أقدم الحضارات التي ظهرت منذ آلاف السنين أراك يا خالد منبهرا بالآثار البابلية القديمة بالفعل يا أبي ولكن ألم تذكر بابل في القرآن الكريم؟ بلى ذكرها القرآن في معرض حديثه عن هاروت وماروت وقد اشتهرت بابل قديما بالسحل وإن أول من حكمها هو الملك النمرود الذي ادعى الألوهية واضح أن فرعون موسى لم يكن وحده من ادعى الألوهية لقد سبقه هذا الملك فقد أورد القرآن الكريم هذه المناظرة الشهيرة بينه وبين سيدنا إبراهيم أظن أنا له تمثالا هنا في هذا الجناح ربما كان هذا القائم هناك دعونا نقترب منه لنقرأ ماذا كتب أسفله ونسترجع حكايته مع سيدنا إبراهيم نشأ نبي الله إبراهيم في بابل وكان قد اهتدى إلى عبادة الله وحده بعد أن اكتشف زيف ما يعبد قومه من دون الله أخذ إبراهيم يفكر في ملكوت السماء فيرى كوكبا لامعا في السماء المظلمة فيحسبه هو الرب الذي يبحث عنه ولكنه انصرف عنه بعد أن أفل وأخذ إبراهيم يبتهل ربا لم يره بعد ولم يدركه ورفع بصره إلى السماء فرأى القمر في تمامه يرسل ضياءه فينير الدنيا بنور عذب ساحر وتهلل فرحا بعد أن حسب أنه اهتدى للإله الحق وانحضر القمر نحو النقصان وقد فقد كثيرا من سحره ورونقه فكفر به ربا وانصرف عنه ونفس الأمر حدث مع الشمس بعد أن رآها تغرب وتزول فقال في نفسه قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين قال لئن أنت يا إبراهيم ماذا فعلت أيها الشقي لتنزلن الآلهة غضبها عليك إني بريء مما فعلت يقول إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إنها آلهتنا يا إبراهيم يقول إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وجدنا أباءنا لها عابدين أراغب أنت عن آلهتنا يقول إبراهيم أنا بريء مما تعبدون يا بني هذه آلهتنا التي نتضرع إليها كل يوم لتعطينا الخبز الذي نأكله ولولاها ما جاءت السحب ولا هطلت الأمطار من السماء ولا خرجت النباتات من الأرض ولا فاضت الأنهار بالماء قال إبراهيم إنها يا أبتي من صنع يديك أنت أنت ربها فكيف يا أبتي صارت أربابا لك ألا ترى يا أبي أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا يضرأ عن نفسه الهوان ألا ما أحقر ذلك الإله الذي أدق عنقه بيدي صاه يا إبراهيم صاه حتى لا تسمعك الآلهة فتلقي بك إلى العالم السفلي يقول إبراهيم لا تراعي يا أماه فآلهتكم أهون من أن تنالني بسوء إنها آلهة آبائنا وسنعبدها يا إبراهيم يقول إبراهيم لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين بدأ إبراهيم دعوته بدعوة أبيه إلى التوحيد ولكن أباه أبى فانتقل إلى دعوة قومه فلما رأى منهم السلود أقسم إنه سيكيد لأصنامهم قال إبراهيم لأبيه يا أبتي إن النار التي أحرقت أصنامك أحق بعبادتك لها فلماذا لا تعبد أنت النار؟ قال إبراهيم لأن الماء يخمدها ويطفئها فلماذا لا تعبد الماء؟ قال إبراهيم لأن الأرض تبتلعها فلماذا لا تعبد الأرض؟ قال إبراهيم لأني لا أحسب الأرض إلها لأن الشمس تجففها وتنشر على الكون كله أشعاتها إذن فلماذا لا تعبد الشمس؟ قال إبراهيم لأن الظلام يحجبها فلماذا لا تعبد إذن ما نعبد؟ لماذا لا تعبد القمر؟ لماذا لا تعبد المشترة؟ الكوكم الزاهر؟ قال إبراهيم لأن الإله القادر على كل شيء هو خالق الشمس والقمر والكواكب كلها والأرض وما عليها كمتلك سوى كمتلكِ تطرق الشمس والموضوع وففك Ashney كمتلك تحوة ما assumption اشتركوا في القناة يا إلهي إني بريء مما فعل ابني إبراهيم يا رب الأرباب لئن عافيت ولدي لأجمعن حطباً لإبراهيم يا رب الأرباب أيها الإله الأعظم أطل في أيامي على الأرض كي أثأر لك وأنصرك وما الذي جعله يتجبر هكذا ويجادل في الله إنه الطغيان والمعاندة وطول المدة في الملك يقال إنه واحد من أربعة ملك الدنيا يروى أن أربعة ملك الدنيا مؤمنان وكافران فمن هم المؤمنان؟ سليمان بن داود عليهم السلام وذو القرنين والنمرود أحد الكافرين اللذين ملك الدنيا فمن الثاني؟ أما الثاني فهو بخت نصر ولكن هذا الطاغية لم يصمد أمام حجج سيدنا إبراهيم الدامغة فخذله كما خذل غيره من الطغاة الكافرين فالباطل لا يستطيع أن يصمد أمام قوة الحق فما كان من النمروذ إلا إعطاء أوامره بإحراق سيدنا إبراهيم فأمر بأن يجمعوا حطبا كثير ويحفروا حفرة عظيمة ويضرموا بها النار وألقوا بسيدنا إبراهيم في النار حيث مكث أياما عدة ويروى أن سيدنا جبريل عليه السلام أتى إبراهيم الخليل عليه السلام وسأله هل لك حاجة يا إبراهيم فقال إبراهيم أما إليك فلا قال جبريل إذن فسل الله عز وجل قال إبراهيم حسبي من سؤال علمه بحالي فكان اعتصام إبراهيم عليه السلام بالله وحده حتى اللحظة الأخيرة فأصدر الله أمره الكوني بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فصارت نار نمروز جنة الله في هذه الأرض وخشي الكهنة أن يؤمن النمروز بإله إبراهيم فتذهب ريحهم ويمحق سلطانهم لقد خرج من النار بسحره أيها الملك هذا سحر مستمر نعم إنه ساحر أيها الملك ولا يخدعن كما تراه مهما تأتين من آية يا إبراهيم لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ولأن لكل ظالم النهاية ولكل طاغ بعودة تعلمه أن الله حق كان عقاب الله لهذا الحاكم الجاهل الظالم والجنود بإرسال أصغر الحشرات جواً جيش من البعود الذي لا يرحم لم يروا من كثرتها قرص الشمس الساطع فأكلت لحومهم وشربت دماءهم وتركتهم عظاماً إن المرأة مهما أوتي من قوة ومن جباروت أو سلطان سيظل عبداً ضعيفاً أمام قدرة الله تعالى وحين يدرك ذلك فلن يسعه سوى أن يمتثل لأوامره ولا يدعي لنفسه ما ليس له بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الدعوة إلى الله تعالى تعد من أجل الأعمال وأفضلها وأكثرها قربة ومثوبة عنده سبحانه لذلك اختار صفوة خلقه ليكون رسلاً وأنبياء من قبله داعين إلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها الإنس والجن وهي عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما سواه وقد خص سبحانه الدعاة إلى الله تعالى بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة وكان هذا الرجل الذي نحكي قصته اليوم واحداً من هؤلاء الدعاة إلى الله والذين ذكرهم القرآن الكريم إنه مؤمن آل ياسي أما زلت مستيقظاً يا خالد؟ مرحباً يا أبي لقد شدني هذا الكتاب ولم أشعر بالوقت كتاب؟ أي كتاب هذا؟ إنه يتحدث عن القرى التي أهلكها الله بسبب كفرهم وعصيانهم لرسلهم ولكنه كتاب ضخم يمكنك استكماله غداً حسناً يا أبي ولكنك قد تحدثت عن مؤمن آل فرعون ولم تحدثنا عن مؤمن آل ياسين الآن يا خالد لقد تأخر الوقت يمكنك أن تختصرها إذن حسناً حسناً سأحاول جرت أحداث هذه القصة في إحدى القرى القديمة وقد كان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام وكان من أهل هذه القرية نجار وصانع أصنام اسمه حبيب اعتزل الناس وسكن أطراف القرية فقد كان مصاباً بمرض الجزام فنفر الناس منه وفي يوم جاءه أحد القائمين على خدمة المعبد يا حبيب من ينادي؟ تفضل تفضل يا سيدي تفضل قف مكانك ولا تقترب مني عفواً يا سيدي عفواً نسيت أنكم لا تقربونني لسبب هذا المرض اللعين لا عليك لا عليك ابتهل للآلهة أن تشفيك سنوات يا سيدي وأنا أدعوها أن تشفيني لكن يبدو أنها صاخطة علي لا تيأس يا رجل وها قد أتتك الفرصة لترضى عنك الآلهة فهي الآن في حاجة لخدمتك إنه لشرف عظيم أن أخدم الآلهة لكن كيف؟ لقد سقطت أذن إله الحكمة ولم نجد أمهر منك لإصلاحها فلا يصح أن يكون الإله بأذن واحدة طبعاً يا سيدي طبعاً لا يصح لذلك أرى أن نقوم بتثبيت أذن الإله بالمسامير بدلاً من الصمغ حتى لا يتكرر سقوطها ها؟ ماذا تقول يا حبيب؟ أجننت تريد أن تدق مصماراً في رأس إله الحكمة فتفسد تدبيره للكون؟ أصلح الأذن بالصمغ ولا تدق مصماراً واحداً أسمعت؟ هكذا كان أهل هذه القرية الضالة ولأن الله تعالى لا يرضى أن يعبد سواه على الأرض فقد أرسل رسولين يدعوانهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام ولكن أهل القرية كذبوهما فعززهم الله وقواهما برسول ثالث فقالت الرسل إنا إليكم مرسلون من ربكم الذي خلقكم ويأمركم بعبادته وحده لا شريك لا لو كنتم رسلاً لكنتم ملائكاً فقالت الرسل نحن ندعوكم لعبادة الله ولا نريد منكم أجراً فآمنوا لتأمنوا في الدنيا والآخرة إنا لا نرى منكم خيراً ولقد تشاؤمنا منكم وإن لم تترقونا سنرجمكم ونعذبكم عذاباً شديداً ها أنا ذا قد أصلحت أذنك أيها الإله وأظن أنك تستطيع سماعي بوضوحي الآن فرد إلي الجميل ومعروف وأصلح لي جلدي أريدك أن تشفيني من هذا المرض اللعين فالجميع ينفرون مني ولا يتعاملون معي أتوسل إليك أعد لي بشرة سليمة واشفيني من مرضي أما زلت تدعو يا حبيب؟ أما سائمت الدعاء؟ لا أعلم لماذا لا تستجيب الألهة لدعائي فأني لم أقصر معها وأداوم على تقديم القرابين ولي سنين طويلة أدعو ولا يستجاب لي ولا أعلم أنهم ساختون علي أم أنهم لا يستطيعون سمعا؟ ما لك تتحدث كالمتآمرين الذين ظهروا في القرية؟ أه؟ أي متآمرين؟ قف بعيداً ولا تقترب مني عفواً عفواً يا سيدي قد نسيت من هم هؤلاء الذين ذكرتهم؟ إنهم ثلاثة رجال جاءوا إلى قريتنا ويدعون أنهم رسل ويقولون إن آلهتنا لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع عجباً ألا يخافون عقاب الألهة؟ يقولون إن لهم إلها آخر وهذا الإله خالف كل شيء وقادر على كل شيء ليتني أرى هؤلاء رجال وأسبوع منهم ومر الرسل على حبيب وجلسوا بجواره يدعونه إلى عبادة الله فأنتم إذن من جاءوا إلى قريتنا حدثوني عن الله من هو؟ فقالت الرسل هو الله هو الذي خلقك ورزقك هو الذي يحيي ويميت وهل من علامة تدل على هذا الإله؟ فقالت الرسل ندعو الله أن يعافيك من مرضك هذا إني أدعو آلهتي منذ عشرات السنين أن تشفيني من الجذام الذي أصاب كل جسمي ولكن دون جدوى فهل إلهكم قادر على أن يشفيني؟ فقالت الرسل سندعو لك الله أن يشفيك إن شاء الله ويرحل الرسل تاركين الرجل جالساً حزيناً مع أصناهم لو صدقوا فعلاً وشفاني إلههم فسأكثر بهذه الألهة وأتبع المرسلين أمس الرجل وأصناهم وبدأ في مزاولة عمله في صنع الأصنام ولكنه وجد أن يديه سليمتان من كل سوء ما هذا؟ أين التقيحات التي كانت على يدي؟ ليست موجودة وقدمي أين التقيحات؟ ليست موجودة اللي قد شفيت وجهي لا يبدو يبدو أنني قد شفيت نعم نعم قد شفيت نعم شفيت يبدو يبدو أنه إله المرسلين أشهد أن لا إله إلا 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 إله المرسلين من أنت أيها الغريب؟ وماذا تفعل بدكاني حبيب؟ إنه أنا أنا حبيب ألم تعرفني؟ صوتك كصوت حبيب ولكن هيئتك ليست كهيئته أنا حبيب وقد شفان الله بعد أن أمنت بإله المرسلين ماذا تقول؟ اتبعت هؤلاء المتأمرين على آلهتنا؟ والذين سيلقون جزاءهم اليوم؟ ماذا تقول؟ نعم لقد حضرهم الناس من التمادي في دعوتهم ولكنهم لم يستجيبوا واليوم سيرجموهم ويقتلوهم إن لم ينتهوا عن دعوتهم فارجع عما أنت فيه يا رجل رحماك يا رب رحماك يا رب إلى أين يا حبيب؟ إلى أين؟ إلى رسل الله أسرع حبيب من أقصى المدينة ليمنع أهل القرية عن الرسل ويسألهم عدم قتلهم لأنهم رسل الله وهم على حق يا قوم يا قوم اتبعوا المرسلين فهم لا يبغون أجرا ولا مالا إنهم متآمرون على آلهتنا ووجب قتلهم هل اتبعتهم واتبعت إلههم يا حبيب؟ يا قوم إنكم تعلمون بمرضي وتعرفون أني عبدت آلهتكم سنين طويلة ولكنهم لم يستطيعوا شفائي من مرضي ولقد شفاني رب هؤلاء الرسل عد إلى صوابك يا رجل وإلا رجمناك أنت أيضا وما للا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون إنني إن أرادني الله بدر فلن تغني عني آلهتكم ولا هم ينقذون وقالت الرسل إنهم تركون القرية ولكن حذروهم من عقاب الله إنهم قتلوا حبيبا ويلكم إن بالذي آمنتم به كافرون هيا يا قوم هيا يا قوم هيا يا قوم اقتلوا هذا الرجل الصابع الذي كفر بآلهتنا اقتلوه اقتلوه هيا هيا يا قوم اقتلوه اقتلوهم جميعا اقتلوهم اجتمع أهل هذه القرية الظالمة على مؤمن قريتهم مؤمن آل ياسين ولم ينصره أحد منهم وقضوا عليه فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم أرسل الله إلى القرية ملكا ولم ينزل جنودا فصاح الملك صيحة فهلكت القرية بمن فيها جزاء على كفرهم واستغزائهم دعونا نتأمل سلامة قلب هذا المؤمن فإنه لم يشمت في قومه وإنما كان حريصا حتى آخر لحظة على هدايتهم مع إنهم قتلوا فبعد أن عاين رحمة الله عز وجل له قال يا ليتهم نظر إلى هذه الكرامة والرحمة وإلى هذا النعيم الذي انتقلت إليه بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه هذه الكلمات هي وصف لبلاغة القرآن وأنه ليس من كلام البشر فهو أعلى وأبلغ وأجمع من كل كلام ولهذا شهد له الأعداء فهذه الكلمات جزء من كلام طويل للوليد بن المغيرة وهو واحد من صناديد القفار في قريش الذي أقر بأن ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس قول رشر وأوشك أن يعلن إسلامه لولا رفيق السوء الذي أضله وأضل الكثير من قريش إنه أبو جهل لعنه الله ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من صديق السوء فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أراك لم تعد تلتقي بصديقك أحمد يا مازن هل حدث شيء؟ لم يعد صديقي يا أمي لماذا يا ولدي؟ هل أخذ يعيرك مرة أخرى بالجاه والغنى الذي يعيش فيه؟ لا ولكنه يتحدث دائما عن الآخر بالسوء وهذا ما أكره عن من يتحدث يا مازن؟ عن بعض أصدقائي بالجامعة وقلت له كثيرا إن هذا لا يصح إنها من الخصال السيئة بالفعل فمن يغتاب الآخرين في حضورك سيغتابك أيضا في غيابك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها في متى تحدثان؟ كان مازن يحدثني عن صديقه أحمد الذي تعود أن يغتاب الآخرين أعوذ بالله لقد نبهتك من قبل يا مازن أن أحمد هذا ليس بالصديق الذي يتفق به لقد قطع صلته به نهائيا ولم يعد يتعامل معه إنه صديق سوء يا مازن وقد أحسنت صنعا بالابتعاد يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صديق السوء وشبهه بجليس نافخ الكير ومن هو نافخ الكير يا عمي؟ إنه الحداد الذي ينفخ في النار أثناء تعامله مع الحديد فمن يقترب منه لن يناله إلا الأداء وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله نعم فالصاحب ساحب إما إلى جنة وإما إلى النار ألي هذه الدرجة؟ نعم فصاحب السوء قد يسحب صاحبه إلى النار والعياذ بالله كما حدث مع الوليد بن المهيرة وما حكاية هذا الوليد يا عمي؟ أليس هو والد خالد بن الوليد؟ سيف الله؟ بلى وأيضاً الوليد بن الوليد فالله يخلق من ظهر الكافر الضال مؤمناً صالحاً فلتحكي لنا إذن يا راشد حكاية هذا الوليد الذي كان ضحية لصاحب السوء إنها حكاية التردد بين الكفر والإيمان فهو من أشراف مكة وقريش وقد كان يكره الخمر ويحرمها على نفسه وقومه وكس الكعبة عدة مرات وكان يلقب بالوحيد الذي كانت له مزايا لم تكن لجيره وهي كثرة الولد والمان وتحيرت قريش ما تقول عن النبي بعد أن استمعوا لما جاء به من كلام الله الذي كذبوا ذهب الأخدس بن شريق أحد رؤوس قريش يسأل أبا سفيان عما سمعه من النبي ما نقوله فيما سمعناه من محمد يا أبا سفيان أعرف وأنكر فماذا تقول أنت أراه الحق ورب الكعبة يا أبا ثعلبة لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها أنا والله كذلك دعني أذهب إلى أبا الحكم يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد وما سمعت يا ابن شريق تلزعنا الشرف نحن وبنوا مناف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجافينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق كانت هذه حمية الجاهلية التي منعتهم من أن يصدقوا من وصفوه طويلا بالصادق الأمين وتحيرت قريش فيما تقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن حيرتهم ناشئة إلا عن معرفتهم السابقة بهذا النبي الكريم والتي كانت تصب في صالحه ولذلك تفرقوا في التعبير عن رفضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وتحاكموا أخيرا إلى كبيرهم الوليد بن المغيرة يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقوله محمد أسحر أم كهانة أم خطب دعوني أسمع كلامه فدن الوليد من رسول الله وهو جالس في ركن بالكعبة يا محمد أنشدني من شعرك فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هو بشعر ولكنه كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله أتل علي منه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمع الوليد كلمة الرحمن استهزأ وقال تدعو إلى رجل باليمامة يسمى الرحمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة فصلت فلما وصل إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود سدق الله العظيم هنا اقشع الرجل الوليد مما سمعه وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته ومضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش نكست برؤوسنا وفضحتنا وماذاك يا ابن أخي؟ أصبأت إلى دين محمد؟ ما صبوت؟ وإني على دين قومي وآبائي ولكني سمعت كلاماً تقشعر منه الجلود أشعر هو؟ ما هو بشعر؟ إنه كلام منثور لا يشبه بعضه بعضاً وما أظن أنه بقول بشر لا إنه ليس بقول بشر والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولاً ويروى عن ابن عباس أنه لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه من القرآن الكريم كأن قلبه قد رق فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر الصديق ويصب من عندهما طعاماً حتى حسبت قريش أنه أسلم فلما بلغ أبا جهل ذلك انطلق إلى الوليد بن المغيرة ودخل عليه بيته ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي وما لي لا أحزن أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً لما؟ يعطونك إياه وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينوك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد وتدخل عليه وعلى أبي بكر لتنال من فضل طعامهما أقد تحدثت بهذا عشيرتي قد علمت قريش أني أكثرها مالاً فأنتم تعرفون قدر مالي فقل في محمد قولاً يعلم قومك أنك منكر له ولما قال وأنك كاره له فماذا أقول فيه؟ والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منه ولا أعلم برجزه ولا قصيده ولا أشعار الجن والله ما يشبه الذي يقوله محمد شيئاً والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولاً دعني أفكر فيه لقد كان أبو جهد رجلاً خبيثاً وصديق سوء يا معشر قريش إنه قد حضر موسم الحج وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه فقد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً فأنت يا ابن المغيرة فقل لنا رأياً نقول به بل أنتم فقولوا وأسمع نقول كاهن لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه فنقول مجنون ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه إذن نقول شاعر ما هو بشاعر لقد عرفنا الشاعر كله رجزه وقريضه وما يقوله صاحبكم ما هو بشاعر أو فلنقول ساحر ما هو بساحر لقد رأينا الصحار وسحرهم فما نقول إذن يا ابن المغيرة ففكر في نفسي ثم نظر ثم عبس فقال ما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر أما رأيتموه كيف يفرق بين المرء وأهله وبين المرء وأخيه وبين المرء وعشيرته وهكذا دعاه الكبر والعناد وتأثير أصدقاء السوء عليه إلى قول الزور فمات على القفر ويخلد في نار جهنم بسبب من؟ بسبب صديق السوء بعد أن كاد أن يسلم الوليد بن المغيرة ولكن صديق السوء ولأنه شخصية خبيثة لا يرضى إلا أن يجد غيره أحط منه فبسبب هذا الشقي أبي جهل مات الكثيرون على الشرك والكفر وليس الوليد فقط ولذلك توعد الله تعالى الوليد بن المغيرة وأنزل فيه العديد من الآيات فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين حكايتنا اليوم عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ضحى بكل شيء من أجل دينه وعقيدته باع الدنيا واشترى الآخرة فأنزل الله تعالى فيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة إنه سيدنا صهيب بن سنان أو صهيب الرومي كما اعتاد أن يناديه به أهل مكة فمن هو صهيب الرومي وماذا فعل في معركة الهجرة وكيف باع الدنيا واشترى الآخرة حتى استحق أن ينال هذا الثناء من الله عز وجل أريد أن تحكي لنا اليوم يا أبي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بطولاته إنهم كثر وبطولاتهم لا تعد ولا تحصى سواء كانت في الحروب أو في كفاحهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نشر دعوة الإسلام فلتحكي لهم يا راشد عن الصحابي صهيب بن سنان وموقفه من مشرك القريش إنه صهيب الرومي أليس كذلك يا أبي؟ بلى هو ولماذا لقبوه بالرومي رغم أنه عربي كما هو واضح من اسمه فلتكن حكايتنا إذن عن هذا الصحابي الذي باع دنياه واشترى آخرته لم يكن فريداً في هذا فكل صحابة رسول الله باعوا وضحوا بكل شيء من أجل آخرتهم هذا صحيح فطريق الإيمان والدعوة لم يكن سهلاً وممهداً بل على العكس تماماً فلماذا إذن نخص بالحديث هذا الصحابي الجليل سهيباً الرومي؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآن يتلى فيه إشادة بموقفه البطولي وصدقه مع الله ورسوله هو صهيب ابن سنان كان والده حاكماً لبلة تسمى الأبلة بالعراق فعاش صهيب طفولة ناعمة سعيدة إلى أن أغار الروم عليهم فأسروا الكثير من أهلها وكان صهيب ممن أسروا فقضى طفولته وصدر شبابه في بلاد الروم فأخذ لسانهم ولهجتهم وباعه تجار الرقيق أخيراً لعبد الله بن جدعان في مكة الذي أعجب بذكائه ونشاطه وإخلاصه يا ابن جدعان ما رأيتك غلامك الرومي هذا مكاء قلب ونقاء سرير ما أحسب سيدي أبا سليمان يبيعني لك يا ابن أمي مهما غليت له في الثمن أتبيعني له يا سيدي إني رجل لا ولد له وقد كبرت سني وأنت عندي بمثابة الولد فهل يبيع الرجل ولده يا صهيب؟ أصدقنا القول يا صهيب من أين لك هذه البراعة في التجارة؟ وهل سألك أحد عن سر فصاحتك يا أبا علي؟ ويحك تحسن التملق من كان مثلي في الرق تحتاج أحيانا إلى بعض الملق صدق عبدك يا أبا سليمان وإنه لذكي الفؤاد أحرص عليه فإن أردت يوما أن تبيعه فلا يخلص إليه أحد سوى أضائق أنت بالرق يا صهيب؟ ومن ذا الذي لا يضيق بالرق يا سيدي ابن جدعان؟ فإني أريد أن أرد عليك حريتك أحقل ما تقول يا سيدي؟ ولكن أشترت لذلك شرطا رق جديد يا سيدي اعتاد العرب أن يشترطوا على من يعطقون أنا لا أملك من المال ما أشتري به نفسي يا أبا سليمان لا أريد مالا يا صهيب ولكن أشترت أن تظل في تجارتي وبالأجر الذي تطلبه رجل حر ولكنه لا يملك أن يغادر مكة إلا بإذن سيدي أتعبتاني ورب الكعبة يا صهيب فإني إذن أرد عليك حريتك دون شرط ولعلك بعد هذا تكرم صاحبك في شيخوخته فلا تفارقه حتى يموت أطال الله بقاءك يا أبا سليمان فإني والله أفديك بنفسي رددت علي حريتي أو أمسكتني فلتصحبني إذن إلى الكعبة فإني أريد أن أشهد قريشا على أنك حر وأنك من الساعة حليفي وتمر الأيام على صهيب ويموت عنه حليفه وصاحبه عبد الله بن جدعان ويحاول حرب ابن أمية أن يستعمله في تجارته أما وقد مات صاحبك يا صهيب فما رأيك أن تساعدني في تجارتي كما كنت تفعل مع ابن جدعان قد نالني والله الخير الكثير من مال عبد الله بن جدعان فأنا أستثمره لنفسي ولا حاجة للعمل لأحد بعد موت صاحبي ما أراك تطوف حول كعبتنا يا صهيب ولا تقرب لآلهتنا تعلم أني مصراني يا أبا الحكب حقا؟ ما أراك تقرأ كما يقرأ النصارى ولا تصلي كما يصلون دع الرجل يا أبا الحكام وشأنه ففي مكة متسع للجميع إني أخشى أن يتبع هؤلاء الذين يتسللون كل ليلة إلى دار الأرقم ابن أب الأرقم ومن هؤلاء؟ نفر من أصحاب محمد بن عبد الله لا أدري ماذا يفعلون في دار الأرقم ولكننا نعرف أن محمدا لا ينظر إلى آلهتنا ولم نره يتقرب إليها إني أعلم أمانة محمد وحسن أخلاقه إنهم يستخفون بالليل ويتكتمون أمرهم ولا نعلم ماذا يفعلون في دار الأرقم وددت لو عرفت بما يكون منه في دار الأرقم كان صهيب يعرف سيدنا محمداً قبل أن يوحى إليه ويعرف كذلك مدى صدقه وأمانته فقرر الذهاب إلى دار الأرقم ليسمعاً من؟ عمار بن ياسر؟ صهيب؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد أن؟ جئت أسمع من محمد بن عبد الله وأنا كذلك وأعلن الاثنان صهيب وعمار إسلامهما وكانا من أوائل من جاهروا بإسلامهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكانت هجرة صهيب سورة من صور الهجرة التي تجلت فيها معاني التضحية بالمال وبذله رخيصاً في سبيل الله حين خرج صهيب مهاجراً ليلحق برسول الله تبعه نفر من المشركين ليمنعوه إلى أين أنت ذاهب أيها الرمي؟ إني مهاجر إلى رسول الله هكذا؟ جهاراً نهاراً؟ وكأنك تتحدانا أيها الرمي؟ أتيتنا صعلوكاً فقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ هذا لن يكون يا صهيب يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجل وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء فأقدموا إن شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني فدلهم على المال بعد أن قبل المشركون هذا العرض وانطلق إلى المدينة فأدرك رسول الله في قبل ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه حتى ناداه متهللاً ربح البيع أبا يحيا وكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل فنزل فيه قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق الله العظيم وكأن لسان حال الصحابي الجليل سهيب يقول ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين كلمات مباركات افتتح الله بها سورة الممتحنة وتضمنت أحكاما أساسية في الفصل بين المسلمين وبين القفار الذين استزلهم الشيطان وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور عجيبة لا يجود الزمان بمثلها فها هو رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الذين شهدوا بدرة وقد أفشى سرا عسكريا خطيرا لأعداء الدولة الإسلامية كان من الممكن أن يكون له أشد الأثر على أمنها واستقرارها يقولون إن الإيمان يزيد وينقص فكيف ذلك؟ إن البشر ما داموا ليسوا رسلا ولا ملائكة فهم غير معصومين من الخطأ نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون حسنا ولكن كيف يزيد إيمان المرء وينقص؟ يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي فهناك من يخطئ ويسر على خطائه وهناك من يخطئ ويندم على خطائه ويصلح من نفسه كما حدث مع الصحابي حاطب بن أبي بلتعى أعرف القليل عن حكايته فهل تزيدني؟ كان حاطب صحابيا جليلا وكان ممن شاهد بدر الذين خصهم الحق سبحانه بعلو المنزلة وكان النبي قد اعتزم فتح مكة ولكنه أبقى الأمر سرا بينه وبين أصحابه المقربين ومنهم حاطب بن أبي بلتعى يا حاطب أترى ما أرى؟ أليست هذه سارة المغنية؟ مولاة أبي عمر بن صيفي؟ بلى إنها هي بعينيها يا مقداد ترى ما الذي جاء بها من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سارة سارة من؟ المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود وحاطب بن أبي بلتعى؟ أينما سرت في يثرب أرى أهل مكة الذين هاجروا وفارقوا الأحباب والديار فارقنا ديار الكفر إلى دار الإسلام وتركنا أقواما فرارا بديننا فعوضنا الله بالأنصار من الأوس والخزرج وصاروا إخوة لنا في الإسلام وأنت يا سارة ما جاء بك إلى المدينة؟ لعلك قدمت مهاجرة مسلمة جئت أحدثكم عن القوم في مكة لقد بارت بضاعاتي بعد بدر وبعد أن قتل الكثير من شباب قريش وكبرائها على يد المسلمين فأنفقت ما كنت أتقي به الأيام ولم يبقى لي من حطام الدنيا أي شيء ألا يقيمون ليالي الصمر وتغنين كسال في العهد بك؟ لقد قالتها يا مقداد لم يعد للغناء مكان وسط أحزان القريش بعدما حدث لهم في بدر سألناك يا سارة إن كنت جئت مهاجرة أو مسلمة ولم تجيبين إني أريد أن ألقى أبا القاسم محمد بن عبد الله اذهب معها يا خطب إلى النبي فلعل لها مع النبي حديث تريد أن تحدثه إن لأهل بدر مكانة السبق والعلو في رتب الرجال وأصحاب المنزلة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى وحاطب بن أبي بلتعة رجل من قريش ليس بالأصل ولكن بالانتساب وكان من المهاجرين الأوائل سألني والله ما أنت عليه يا سارة ولعلك تجدين الخير كله في الإسلام لقد تركت في مكة أبوابا مفتحة ولا بد لي من العودة إلى هناك ها نحن قد اقتربنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم يا سارة أننا مأمرون بخض الصوت عنده وبذل الخشوع والاحتشام أجل يا حاطب قد علمت وسمعت من أبي عمر مولاي ومن سادة قريش ما أصبح عليه صاحبكم من مكانة سامية سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاجرة جئت يا سارة؟ لا وعاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسألها أمسلمة جئت؟ لا فسألها صلى الله عليه وسلم فما جاء بك؟ كنتم الأهالي والموالي والعشيرة وقد ذهب الموالي يوم بدر وقد أصبحت في حاجة شديدة فقدمت إليكم راجعة منكم أن تعطوني رقلها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنها قد نفت أنها جاءت مهاجرة أو نسلمة فأمر بإعطائها مالا وكسانا وخرجت سارة في طريقها إلى مكة ورفقها في بعض الطريق حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه ثم كان منه ما كان يا سارة أعطيك عشرة دانانير على أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكة فماذا تقولين؟ أبلغ كتابا لأهل مكة لقاء عشرة دانانير إنه أمر يسير لا ليس باليسر الذي تظنين فإنه لو علم أحد من إخوان المسلمين بأمر هذا الكتاب أكلت العاقبة مخيمة هاتي الكتاب سوف أخفيه في مكان لا يخلص إليه إنس ولا جان هاتي الكتاب ها هو ذا الكتاب وسوف أتركك الآن وأعود أدراجي وإذا سألك أحد من مكة عني فإني بخير والحمد لله كما ترين هيا يا سارة هيا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وقال لهم أدرق امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمره أخرج الكتاب الذي معك يا سارة ليس معي شيء ليس معي شيء أخرج الكتاب وإلا فتشنا ثيابك لا 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 سأخرجه أدير وجهكم أنا سوف أخرج الكتاب فقط أدير وجهكم هيا اذهبي إلى حال سبيلي سأذهب كان الكتاب الذي أراد حاطب أن يصل إلى المشركين يحذرهم فيه من اقتراب مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة وكتب فيه أما بعد فإن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو لم يسر إلا وحده لأذفره الله بكم وأنجز وعده فيكم فإن الله وليه وناصره سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا قائلا يا حاطب ما حملك على هذا؟ يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأة حليفا في قريف ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمل بها آليهم وأموالهم فأحببت يا رسول الله إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدني يحمون بها قرابتي ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام وقال الذي لا ينطق عن الهوى أما صاحبكم فقد صدق وقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدني لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تبت إلى الله والحمد لله رب العالمين فقد شهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق نيته ونزلت في حادثة حاطب الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق شكرا 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 الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله عرفت مسيرة الإسلام الخيرة نساء عظيمات خلدهن التاريخ بما قدمنا من تطحيات وما سجلنا من مواقف مشرفة كان لها أثرها في انتشار رسالة الحق في ربوع العالم وشخصية حلقة اليوم صاحبة فضل ممتد على سائر المسلمين من رجال ونساء حيث أرد الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا في حكم شرعي مهم للغاية لكل النساء كما هو مهم للرجال الذين يتسرعون وتصدر عنهم أقوال يحرمها الشرع لما تحمل من ظلم فادح للمرأة إنها الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم ابن مالك ابن فعلبا زوجة الصحابي أوسي بن الصامت رضي الله عنه تقبل الله يا سيد عدنان تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هل التقينا من قبل؟ أعرفك بنفسي أنا أمين الصائر رجل أعمال أهلا وسهلا أنت والد أحمد صديقي ابني مازل؟ أجل إنني عاتب عليك يا سيد أمين أعلم ما تريد قوله وهذا مدعاني للقاء بك خيرا إن شاء الله أولا أعتذر لك ولولد كماز من تصرفات ابني أحمد وأيضا قصدتك طالبا للمشورة والنصف وأنا معك في أي شوق هل يمكن أن نتحدث عندي بالمنزل؟ إنه قريب من هنا تفضل تفضل لا حول ولا قوة إلا بالله وما الذي دعاك إلى قول هذا الكلام الذي نهان الله عنه؟ لقد سئمت من تدليل زوجتي الزائد لابننا أحمد فقلت لها في ساعة غضب أنت محرمة علي كظهر أمي يا سيد أمين إنه قسم الجاهلية ولا يصح أن يتفوه به مسلم أعلم أنني أخطأت لقد فعلت مثل ما فعل الصحابي أو سبن الصامت مع زوجته الصحابية خولة بنت ثالبة لقد قلت إنه كان قسم الجاهلية فكيف للصحابي أوس وهو مسلم أن ينطق بهذا الكلام؟ لقد كان أول رجل في الإسلام يقسم بقسم الجاهلية وهو ما أثار جدلا كان لابد من حسمه بتدخل إلهي هل تسمح أن تحكي لي قصة هذا الصحابي مع زوجته خولة؟ فمن الواضح أن بها حلا لمشكلتي بل هي حل للكثيرين ممن بلغ بهم الشطط ما بلغت يا سيد أمين فلتستمع معي إذن إلى حكاية الصحابية الجليلة خولة بنت ثالبة في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة كنت عنده وكان شيخا كبيرا وقد ساء خلقه فدخل علي يوما من الخارج وحدث ما جعلنا نتشاجر فاستبد بي وبه الغضب فقال لي أنت عليك ظاهر أمي أو قلتها يا أوس أقسمت بقسم الجاهلية والله لقد تكلمت بكلام عظيم ما أدري مبلغه اللهم إني أشكو إليك خراب بيتي وتشرد أولادي وضياع زوجي اللهم إني أشكو إليك السلام عليك يا عبادة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي ماذا بك؟ وجهك متغير لقد أوقعت نفسي في مشكلة كبيرة ولا أدري كيف أخرج منها خيرا يا أوس تكلم تكلم معي يا أخي زوجتي خولة بنت فعلبة ماذا بها؟ هل أصابها سوء؟ لقد أخطأت في حقها وصحت في وجهها في ساعة غضب هل أمر بسيط يا أخي؟ ارجع إليها واسترضيها وصالحها لقد أقصنت عليها بالظهار قلت لها أنت علي حرام كظهر أمي وما الذي دعاك إلى أن تردد قسم الجاهلية يا أخي؟ هذا القسم يعني الطلاق بلا رجع قلت لك إنها كانت لحظة غضب غاب العقل عني ساعتها وقلت لها ما قلت لا أدري ماذا أقول لك على أي حال اذهب واعتذر لها دعلا الله يصلح بينهم السلام عليك يا زوجتي لست زوجتك يا أوس فقد ظهرتني وجعلتني كأمك فلا تقربني كنت في ساعة غضب لقد قلتها يا أوس سامحين يا زوجتي قلت لك إني لست زوجتك ابتعد عني فإنني محرمة عليك كانت زلة لسان يا خولة والذي نفس خولة بيده لن تمسني وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله فيي وفيك بحكمه وتذهب خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وتستفتي يا رسول الله يا رسول الله إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيه فلما كبر سني وكثر ولدي جعلني كأمك وإن لي صبية صغارا إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا فقال صلى الله عليه وسلم يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه وما عندي في أمرك شيء يا رسول الله ما ذكر طلاقا وإنما هو أب أولادي وأحب الناس إلي قال صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت علي اللهم إني أشكو إليك شدة وجدي وما شق علي من فراقه اللهم أنزل على لسان نبيك ما يكون لنا فيه فرج ويستمع الله جل في علاه إلى شكوى أسرة صغيرة لا يشغله عن سماعهم تدبير ملكوت السماوات والأرض إنها معية خاصة من الله تعالى للمؤمن أن يشعر المؤمن أن الله معه عالم بحاله مطلع على أسراره فيستجيب لحاجاته وهو الله الكبير المتعالي ذو العظمة والجلال لم تبرح خولة مكانها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم متأملة أن يأتيها الفرج من الله وبالفعل يتغش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتغشاه عند نزول الوحي وتنزل آيات الله بأحكامه مستجيبة لرجاء هذه الأمة المؤمنة أثلشت صدري والله يا رسول الله وفرجت همي فقال صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه يا رسول الله ما عنده ما يعتق فقال صلى الله عليه وسلم فليصم شهرين متتابعين والله إنه لشيخ كبير ولا يستطيع سياما فقال صلى الله عليه وسلم فليطعم ستين مسكينا وسقا من التمر والوسق من التمر ما يساوي مئة وخمسة وعشرين من الكيلو جرامات والله يا رسول الله ماذاك عنده فقال صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من التمر وأنا سأعينه بعرق آخر يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قد أصبتي وأحسنتي فاذهري فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا وهكذا أنزل الله في خولة لها ولكل نساء المسلمين قرآنا خالدا قضى على آفة كانت سائدة ومنتشرة في المجتمع العربي الجاهلي وبفضل شجاعة هذه الصحابية وحرصها على بيتها وأولادها وقبل كل ذلك معرفة أحكام دينها نزلت الآيات الكريمات التي تبتل هذه العادة الذميمة وفتحت الباب لرأب الصدع ومراجعة النفس والحفاظ على البيت المسلم أحقا ما سمعت من الناس يا خولة؟ أأنزل الله فيك وفي قرآنا؟ نعم يا ابن العم ولا تعود لذلك مرة أخرى وندمت والله على ما قلت وأستغفر الله العظيم كانت خولة ذات مكانة عالية بين الصحابة الكرام حيث عرفوا فضلها واحترموا شجاعتها ففي يوم خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المسجد فاستوقفت هيهات يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاضي طرعد ضأن بعصاك فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرا ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية وعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي عليه الفوت ومن خاف الحساب أمين العذاب كفى أيتها المرأة لقد أكثرت في الكلام مع أمير المؤمنين فقال له عمر دعها أما تعرفها هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات فعمر والله أحق أن يسمع لها لقد كانت صحابة رضوان الله عليهم بشرا يصيبون ويخطئون ويقع منهم ما يقع من البشر لكنهم كانوا توابين رجعين ورجعين أن يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر